لو الحكاية فيها إنا ذيكو الانتفاضة جات من العاملين في الحقل الثقافي حتى لو مش جوا الوزارة لأ دول من المتعاملين مع وزارة الثقافة من المثقفين بشكل عام من الموظفين لجوا الوزارة كل من يعمل في الحقل الثقافي استشعر بخطور إن ميزة الثقافة إن كنتي فيها تنوع فيها وهي صرفين كلمة الوزارة الصحبة إن دايماً فيها تنوع في الفكر وتنوع في الوقت في الرؤى وتقبل للآخر وتقبل الرؤى المختلفة وكلنا ما ندخلش جوا خط واحد لا الثقافة دايماً فيها حراق وتشعر وأفكار وحياتك فإزا ما كانش حدي على رأس هذه الموزارة مدرك أهمية التنوع الثقافي وأهمية الإبداع وأهمية الفنون وزوء العام إن زي ما كانش حد يقدر يلمل دا تبقى كارسة أول ما الوزارة استشعرت بالخطر ومش الوزارة المثقفين استشعروا بالخطر كان لهم موقف وأعتقد إنه يمكن إن دا كان شرارة 25 مو هل فكرة تغيير وزير الوزير؟ هل ما يقلق المثقف؟ ولا فكرة تغيير سياسة بسياسة؟ يعني حك قلت إن الخارجين عاملوا في ثقافة أو المكتمين بالشأن الثقافي هم من صاروا على الوزير الإخوين هم اللي بيعملوا في الثقافي بدلين العملين يعني حتى رؤساء الهيئات رفضوا التعاون وفي ناس كتيرة خدوة موقفة في ناس ما كانش مستكيمة وهم عاملين جوارة بس معظم يعني أغلبية رؤساء الهيئات موقفة الأساس المصحفين هل دا راجع لي الأسباب؟ أنا عايز أعرف مجموعة حضرتك الأزوافك يعني يتمونصب القياد بحاجة أكيد عارف هل فيه قرارات إحنا لا نعلمها خرجت؟ أو كانت يعني في الزئن أنها كانت على الأجرتات أنها تنفذ خلال فترة علاءة العزيز ولا لا؟ لا هي الملامح العامة والقرارات ونوعية القيادات اللي كانت بتحول محل القيادات كانت بتشير إلى أن هناك كارثة سأتعرض لها نعم يعني في جميع الخطوات اللي تمت في الفترة دي وكانت فترة مش طويرة مش كبيرة لكنها أفصحت عن خطورة هنتعرض لها عن شكل عام فيما يخص حركة أسول الثقافة وتواجد الفعاليات في ألبه أسول الثقافة هتستشعرنا منها أن في توجه بطيار محدد يبقى في القصوص الثقافة على مستوى محافظات نعم وده شي خطر جدا ومش مفهول وبالتالي لم يستجاب لي خلصوا ما نعرف نعم يعني تقصد ما كان يحدث على منابر المساجد والزوايا الصغيرة نعم نحن لو رحنا لشبكة هينه وكلمنا عن مدانية صندوق المدانية فلفيه وطاشر لما نقشنا مدانية صندوق المدانية الصغيرة عندنا مشكلة طويلة جداً، احنا عندنا 10% من المبنائة ضاعة في قطع الأثار ودي أعتقد أنها لحد النهاردة إحنا لم نتحصر عليها حاجة الثانية أن الصندوق بيعاني من أزمة مالية شديدة في ظل أن هو مطلوب منه في نفس الوقت يقدم خدمات ثقافية في أمكن متنوعة أنا أريد أن أعرف الأزمة وصلت الحق فين؟ هل إحنا 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 نسترجع العشرة المائة بتوعنا؟ هل في حلول صندوق التنمية الثقافية هيقدمها في خلال الفصل الجاية بحيث أنه يجيب تمويل خارجه بعيد عن الوظافة المالية؟ يمر رح على نشاء صندوق 25 سنة الصندوق من شأن سنة 9 سنة وأنا على مستوى الشخصي أنا سعيد لما أنا موجود فيه على مدار عم وشاركت فيه ودخلت على مهندس ثم تدركت فيه على مدار العمبي الوظيفي في عماكن كثيرة في الوزارة إذا كنت من المهندس إلى مدير أدارة عمدسية إلى مدير عامشو الهندسية في الوزارة إلى مدير سنة دول قضاء صاري موبا إلى مدير سنة دول تنمية إلى رئيس جاسنا السفحة يعني فيه وزارة صندوق فأنا مريت مترقوبة السندوق على مدار 25 سنة وعشتها وعرفت قد إيه هو الدينام هو المحرك الرئيسي في قلب وزارة صندوق وعلى مدار من السنين اللي فاتت كلها نشوف إنجازات واضحة وموجودة في كل المجالات في مجال المعرجانات حالي أهم المعرجانات اللي بتعملت ساكنة محلية أو دولية كانت من خلال السندوق إذا ما كانش هو اللي بي نظرنا فهو مانح لها أوداع عمليا على مستوى الفني والماني على مستوى جماعيات الأهلية والمجتمع المدني والأفراد والمدعين كان فيناك دعم جديد السندوق بيقدمه على مستوى المعارض والفعاليات الفنية على مستوى عادة توظيف المباني التراثية والتاريخية بمركز الداع اللي لنا نشاط كبير ويمكن كل بيوت اللي بتاعاتنا في قبة الهوري وكبت الهوري وصمع ميكتاز معظم بيوت الأسرية اللي لنا دور فيها كبير ونشاطنا واضح فيها تنظيم الفعاليات الدولية زي السومبوزيوم أسوان لمنحة الدولة زي الملتقر أسوان هناك العديد من الفعاليات على مدار 25 سنة احنا نفذناها ومتواجدين وده بخلال بقى دعم البنية الأساسية في الجميع قطاعات وزارة الصقافة يعني لمعظم هيئات وقطاعات وزارة الصقافة احنا كنانا دور في دعم المسرح القومي دعم لأدار الكتب باب الخلد دعم لأدار الكتب طنطة لمعظم المسارح اللي ترممت العديد من المشروعات على مستوى الجمهورية احنا متبنينها كدعم في حالة وجود عجز في موازنات الهيئات المختلفة العديد من المباني بتابعة الأكاديمية الفنون دعمناها تطوير أكاديمية الفنون بروما احنا اللي دعمناها بالإضافة إلى مشروع تبني إنشاء مكتبات في الكرة والنجوع المحرومة والمصخافة نضى الصندوق وسلم أنشئ حوالي 100 مكتبة على المستوى الجمهورية في كرة ونجوع وفي محافظات نهية من الإسكندرية المطروح للصعيد مصر بجميع محافظات صعيد مصر بالإضافة إلى تسويق المنتجات الخاصة بمراكز الحرف التقليدية والحفاظ على الحرف التراثية فالصندوق متشعب في أداءه فيما يخص الدعم والتنفيذ الخطط الثقافية وإدارة المنشآت الثقافية زي عندنا بعض المركز اللي تتبع للصندوق هولو يقدرها موارد الصندوق الجزء الأكبر منها هي نسبة حصيرة 10% من موارد الأسار بالإضافة إلى حصيرة تسويق إصدارات المجلس اللي على الثقافة من الكتب وإصدارات وحصيرة أو 50% من موارد المسارح اللي تتبع للبيت الفني المصر نعم إحنا اتخذنا 10% ولا اتخذنا مش؟ لأ، من 2011 إلا وقتنا هذا لن نعصر على الدعم العشرة طب إين هيرده تاني؟ يعني أنا بتصور الدكتور جابر عصفور طرح الموضوع ده وأعتقد إنه الحمد لله إحنا بتم الموافقة على تحصيل العشرة في المية من موزارة الأسار لأن ده قرار بنهولي يعني ده قرار إنشاء الصندوق بيحدد إنه موارد الصندوق عشان نعمل الأسار هناك أزمة مالية بشكل عام على الأسار والتأثورها بالسياحة ولكن أنا عايز أخرج بره العشرة في المية قوية علشان أنا عايز أقول إنه لازم فيه تكامل ما بيننا وبين الأسار نعم إحنا النهاردة أنا يعني شايف إن العشرة في المية إن كان فيه نكة دلوقتي مشكلة في الموارد من ناحيتنا ومن ناحيتهم فده يعني فترة نتمنى إنها ما تتواج ده حيني أسأل حضرتك سؤال مهم جداً معنى تلحق ضد فصل الأسار عم السقافة أنا شايف إن ده كان لديه تأثير سنبي جداً على الطرفين نعم يعني أنا مع أن الأسار والسقافة لازم يكون هناك تكامل بغض النظر عن الوزارة بمسمى الأسار ووزارة بمسمى السقافة لكن اللي اتنين بيعملوا أفق رؤية واحدة وتكامل واحد ما بحسش آلية المسميات الخاصة لكن إن لازم اللي اتنين يعملوا في منظومة وفي رؤية تجمع اللي اتنين لأن الأسار بدون ثقافة وبدون رؤية لإعادة صياغتها لإعادة الإسفادة منها والفعالية الفانية اللي بيتم فيها واستخدام النباني التراسية اللي بيتم بترممها بتتعرب سريعا لمشاكل إنشائية ومشاكل أمريك تحتاجها من التالي وده منظومة عالمية يعني كل المباني على مصطر العالم اللي بيترمم أو بيحصل لها السيانة يا بتوظف في الوظيفة اللي كانت منشأة من أجلها يا بيعاد سياغتها وإعادة توظفها مع المحافظة على طبيعها الأسري وعلى طبيعها التاريخي وعلى كل حاجة لكن يبقى فيها فعاليات لا ده مهم لك هنرجع بيني الجزء الخاص بالميدانية ودكتور جيرا عصور اعتمد الميدانية في 2014-2014 تقريبا تقدر بك؟ بالنسبة للسنبوء احنا في ميزانية السنبوء المفروض إن احنا بنتحاربة السنة دي في حوالي 48 عم ده كل ميزانية الإجمالية هل ده رقم كافي بتخطيط كافة الأنشاط الثقافية بدء من القاهرة إلى قرى القرص عين؟ لا غير كافي لأن أنا عندي مشروعات قريدي قائمة بنفسها بالفعل ومنها مشروعات زي مشروع تطوير أسر عايشة فهن أسر عايشة فهن ومتحف المعاصر قدامه قدام الملوط بعد كبرى القدام من أم المباني التلاصية أنا عندي مجموعة من المكتبات اللي بنفزها في شانال سينة وكالور سينة وفي أسوان وفي المينيا وفي العديد من المكتبات اللي بنفزها نعم بالإضافة إلى أن أنا عليه اقتزامات تجاه المعرجانات والفعاليات اللي أنا على سبيل المثال سومبوزيوم أسوان للنحت الدول المهاردة بقاله 19 دولة تمت الدولة دي حكبت الدولة العشرين على مدار العشرين سنة ده بقاله ناتج فني نحت معاصر رائح جدا إن شأن له مدحف مفتوح في أسوان بنوصق حالياً مع وزارة السياحة لإعادة وضع على خلط السياحية إن الناس لما تروح أسوان تشوف الأسار والنحت القديم وتشوف النحت المعاصر للتجارة والفنية الجديدة ده محتاج تكناف ومحتاج موازنات علشان أنشئ أعزل مرحف عندي مجموعة من المباني كل المباني اللي أنا بقدرها دي محتاجة أسيان والتجميل ورنشاط وفعاليات دتني فيه عندي مركز سلعة حرب اللي موجود في منطقة السيدة نفسها وده من عام المركز الإدعانات اللي موجودة اللي بتعني به موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى شكرا